التطور الكبير اللي حصل في قطاع الزراعة بمختلف أنواعه زي مثلا استصلاح ألاف لأفدنة من الأراضي الصحراوية وتحولها إلى زراعية بالإضافة أيضا إلى استنباط أصناف جديدة من البزور اللي بتحقق أعلى انتاجية ده خد مننا وقت كبير وكمان جهد كبير جدا عشان يخرج للنور ونشوفه زي ما احنا شايفينه طبعا خلال هذه الأيام وزي ما كنا حتى الاغنية اللي كانت شغالة دلوقتي بتعرض مشروعات زراعية كتيرة نفذناها خلال الفترة اللي فاتت وشايفين انتاجيتها كمان خلال الفترة دي يا جمال بكل تأكيد يا شهزي الهدف من كل ده هو دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة ده غير زيادة كمان حاصلات الزراعية في الخارج وكمان أنه يكون عندنا فائد من المنتجات الزراعية في الأسواق لكن أهمية كمان توسع الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق وتأثيره الإيجابي على المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي ده اللي نعرفه فيه فقرتنا النهاردة من خلال دفنا لنوارنا في استوديو سباح الخير يا مصر دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة سباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في سباح الخير يا مصر سباح الخير يا فندم وأهلا بك وأهلا بحضرتك أهلا بحضرتك في البداية لو نتكلم على العشر سنين اللي فاتوا القطاع الزراعي الحقيقة يمكن شهد طفرة كبيرة جدا وقفزة الحقيقة فكرة استصلاح الأراضي الزراعية كفكرة ممكن حد يعتقد أنها سهلة وبسيطة لكن هي بتحتاج مجهود كبير جدا وخطوات استباقية وتحضيرية بعد كده بنبدأ عشان نستصلح هذه الأرض الزراعية بي في مجهود كبير جدا عشان نقدر نشوف منتج أو ثمرة هذا الاستصلح لو حذرت تكلمنا على هذا المجهود خلال السهيل اللي فاتت تمام وطبعا زي ما ساتتك عارفا منذ التوالي فخامة الرئيس أمور البلاد 2014 ويعني فخامة الرئيس اتخذ خطوات استباقية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر وده من خلال التوسع الأفقي في المشروعات القاملة لسلاح الأراضي والتوسع الرئاسي فنتعالج بقى بالتوسع الأفقي كان أحد يعني المشروعات في البرنامج الانتخاب لفخامة الرئيس اللي هي مشروع المليون ونصف مليون فدان ثم تطور بعد ذلك بقى اسمه المليون ونصف مليون فدان ثم دخلنا على الدلتة الجديدة بنتكلم في 2.2 مليون فدان مستهدفين إن شاء الله ثم عندنا بقى شرق العوينات وتشكى الخير ووسط وشمال السيناء كل هذه المشروعات إن شاء الله مستهدفة نية ضيف للركعة الزراعية يعني أكتر من 3.5 مليون فدان طبعا هذه المشروعات الهدف الأساسي منها بشكل رئيسي يعني زي ما حالكوا عارفين نية حائل أمن الغذائي إحنا شفنا الفترات الأخيرة فيه أزمات سريعة ومتلاحقة زي بداية من أزم الكورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأحداث العالمية اللي إحنا شافنا في الفترة الأخيرة دي كلها دي أصر بشكل كبير على إمدادات الغذاء وأسعار الغذاء شفنا بعض الدول بتتبنع تصديل منتجات الزراعية إلى الخارج شفنا التفاعل غسائل الشحن شفنا التفاعل أسعار العالمية بشكل كبير فكان لازم إن إحنا نتوسع في الأراضي الزراعية هنا في مصر وإن نستصلح مشروعات قومية كبيرة طيب دكتور مصر فيها مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية هل كلها صلاحة للزراعة؟ وعلى أي أساس بنختار مثلا منطقة بانها نحن هنبدأ هنا مشروع تمام وطبعا إحنا عندنا في وزارة الزراع والصلاحة للأراضي مركز بحث الزراعية ومركز بحث الصحراء دولة مهمتهم الرئاسية يعني أحد المهام الرئاسية إن إحنا نحدد الأراضي الصلاحة للزراعة إحنا بننزل هذه الأراضي وناخد عينات منها ونحدد مدى صلاحياتها للزراعة ومدى توفر مصدر لمياه الرئي سواء كان بقى مياه جوفية مياه نيق سطحية مدى صلاحياتها بالنسبة للمعادن مثلا الموجودة في التربة أو في الأرض؟ بالضبط مدى صلاحياتها زي ما قلت سيادتك للزراعة زي ما سيادتك قلت من المعادن المناخ كل العامل دي بناخدها في الاعتبار ونحن نقول والله إحنا نعمدين أراضي الصلاحة للزراعة أربعة مليون فدان ثلاثة مليون فدان وهكذا يعني وفي أماكن الحمد لله في الفترة أخيرة إحنا بنحط دين على يعني بشكل رئيسي كبير يعني تطلع يعني مش عايزة أقول تسعين في المئة أكثر منها صلاحة للزراعة ويكون بردك متوفر لها مصادر مياه الرأي بالتنسيق مع زارة الرأي والمولد المائي بالنسبة للمنتجات الزراعية أو حصاد هذه الأرض المستصلحة يا فن البعض يعني بيعتقد أنه المحاصيل اللي بتخرج من الأراضي المستصلحة مش بنفس جودة المحاصيل الزراعية اللي بتزرع فيه الأراضي الطينية هل ده صحيح ولا لأ؟ هل فيه فرق فعلا في الجودة ولا لأ؟ تمام أنا سيادتك هنفرق بين حاجتين بين الانتاجية بتاعة الأراضي الجديدة وبين جودة المنتجات طبعا الأراضي الجديدة بتتمتع بجودة عالية في المنتجات الزراعية لأنها أراضي لسه بكر لسه لم تلوس وبنستخدم فيها الأساليب الزراعية الحديثة سواء في زراعة العضوية أسمدة حيوية وسائل رأي حديثة كل هذه التكنولوجيات الحديثة بتساهد بشكل كبير على يعني تحسين الانتاجية وتحسين الجودة وده نعكس بشكل رئيس في الفترة الأخيرة يعني صدراتنا الزراعية كده 2014 بنتكلم في 4 أو 3 أو 18 مليون تن يعني الوقت التي تجاوزنا 7 مليون تن فده جه من اين؟ عندك زيادة انتاج والانتاج ده جامل الأراضي القديمة والأراضي الجديدة وبشكل أكبر من الأراضي الجديدة وجودة المنتجات في نفس التوقيت وسيادتك دهوقتي يعني الاستصلاح الأراضي أو الانتاج الزراعي دي أنا أمحتاج بيئة مش مهم يعني التربة بشكل رئيس وحاجات زي كده لأنا أحتاج بيئة معينة أوفر فيها كل عناصر الرزائية أوفر فيها المياه بشكل جيد التكنولوجيات الحديثة ومرزنات الزراعية الجيدة بتعطي انتاجية عالية وبتعطي جودة عالية في نفس الوقت ده يخلينا نتكلم عن الخريطة الصنفية دكتور وأهميتها والأصناف الجديدة اللي بيتم استنباطها من محاصيل كتيرة زي محصول الأمح مثلا تمام وسيادتك بالنسبة للخريطة الصنفية عايزين ننفرق بين حاجتين برضا إن إحنا انتجنا أصناف جديدة عالية الانتاجية من محصول الأمح يعني بعض الأصناف عندنا في الحمد لله في كل الإنشارية وبعد لدى أيضا بعض المزرعين بتجيب حوالي 27-28 رداب في الفدان متوسط الجمهورية بنتكلم في 18-20 رداب فدك أنت تتخيل بس الأصناف الجديدة اللي احنا بينتجها في الفترة الأخيرة بينتجها مركز بحوظ الزراعية وعشان بقال لك الناس تبقى عالفة عشان أنتك صنف جديد بيخده مش أقل من 10 سنوات من التجارب وعشان يكون أفضل من الصنف اللي قبل منه ويكون مقاوم للبيئة ويكون مقاوم للأمراض ويعطي إنتاجية عالية ويستمر في الإنتاجية لمدة عدة سنوات فيه بقى الخريطة الصنفية زي ما أحركوا عن فين إن إحنا بنزرع المساة الأخدة على مستوى جمهورية المساة عربية لكن كل منطقة لها طبيعة معينة بيجود فيها أصناف معينة الطربة بتاعتها لها السمات معينة الصرف درجة الحرارة زي ما سيادتك قلت المياه الموجودة فيها وحاجات زي كده فإحنا بنحاول ننشر خريطة الصنفية اللي بتجود في كل منطقة فكل محافظة بدأ ما تزرع 20 صنف لأ ممكن تتركز بس بتاعة أربع أصناف هما اللي بتعطوا فيها أعلى إنتاجية واللي بنزرعه هنا في وجه بحري ممكن ما يجودش بنفس الجودة في وجه قبل والعكس وبرك هذي نلعظ من رواعي في خريطة الصنفية لتعطي إنتاجية عالية تكون مكاومة للأمراض والأفات وتتحمل التغيرات المناخية وجرد بس أن إحنا نعمل إعادة الخريطة الصنفية ونتوسع في الأصناف الجديدة اللي هي بتجود ونخفض اللي هي للأصناف اللي أقل جودة وحاجات ذاك دوت ممكن يعني نرفع نسبة التفاق الزياتي بنسبة كبيرة يعني ممكن دي توفر بس تزور الإنتاجية مش أقل من 20% والإنتاجية الكلي على مستقبلة مصر عربية من خريطة الصنفية بس الوحيدة دكتور عدل يعني صحيح أنه مصر بتقوم بدور كبير جداً حقيقة وتفرى نواية زي ما كنا منتكلم فيما حضرتك الآن في فكرة استصلاح الأراضي الزراعية لكن بتواجهها مشكلة أخرى وهي فكرة الزيادة السكانية في مصر طول الوقت إحنا محتاجين أن إحنا نطور من فكرة استصلاح الأراضي الزراعية حتى نطور من الخريطة الصنفية عشان نقدر نجاب هذه الأزمة سؤال حضرتك كرئيس مركز البحوث الزراعية هل هناك أبحاث أو حتى دراسات أو خطة مستقبلية لمواجهة هذه الأفا فكرة الزيادة السكانية تمام وكلام سيادتك مضبوط إحنا طبعا بنستهدف استراتيجية تنمية الزراعية المحدثة حتى 20-30 أن إحنا نرفع معدل النمو في القطاع الزراعي إلى 4.5% فإحنا معدل نمو السكان حوالي 2% فأنا مرفع معدل نمو في القطاع الزراع إلى 4.5% فأنا كده حققت معدل نمو أعلى من معدل نمو السكان فيما يتعلق بقطاع الزراع فبالتالي المواطنين هشعروا بأهمية التنمية لقطاع الزراع وزيما سيادتك عارفة أن إحنا مشروعات سيادة الأراضي بتزود الإنتاج الزراعي فبتوفر الإنتاج والغذاء اللازم لسهل المواطنين واللازم لسيادة السكانية إحنا في الفترة الأخيرة بس يعني مش بكلم عن زيادة السكانية إحنا عندنا وفدين إلى مصر أكتر من 9 ملون مواطن والحمد لله قطاع الزراع والسياسات الزراعية قدرت تستوعب هذه الزيادة السكانية وتوفرهم الغذاء على مدار العام بالإضافة إلى عدد السكان الحالي وزيادة السكانية اللي بتزيد كل عام أيضاً المشروعات الزراعية بتوفر فرص عمل لهؤلاء الشباب ولهؤلاء المواطنين من خلال مشاركة في الإنتاج الزراعي مشاركة في عمليات التعبئة الخدمات المنطبطة بقطاع الزراعة بشكل عام دكتور هرجل حضرك مرة تانية وخليني أخذ من كلام شازلي وتحديداً القطاع الخاص والاستثمار في قطاع الزراعة بشكل عام دي من أحد أهم النقاط اللي الدولة المصرية كانت بتعمل عليها خلال الفترة اللي فاتت لأن قطاع الزراعي في مصر وقطاع يعني طول عمره كان قطاع بالفعل كان ناجح وهو أيضاً قطاع واعد ولسه فيه فرص كتير جداً شايف حضرتك يعني الوضع لأي مدى مصر بقت مؤهلة بشكل أكبر لتهيئة المناخ للاستثمار أو جذب المزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي تحديداً تمام هو طبعاً عاوز أوضح بس لسياساتك في البداية إن قطاع الزراعة قطاع خاص يعني إحنا كوزاء الزراعة بس بنديروا القطاع الزراعة وبنرسم السياسات ونحط التشريعات اللي هي الملائمة بحيث يعني نحسن مناخ للاستثمار الزراعة في مصر فقطاع الزراعة بشكل عام يعني هو قطاع خاص في الأساس لكن طبعاً زي ما سادك قلت إحنا عندنا العديد من المزايا في جمهورية مصر عربية اللي هي يعني بتجذب المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب للإستثمار في قطاع الزراعة في مصر هنا ومن أهمها إحنا طبعاً عانفين المنطقة اللي حوالين منا شكل إيه والعالم كله شكل إيه في الفترة خير إحنا الحمد لله بنتمتع باستقرار سياسي واستقرار اقتصادي فدي أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى أي دولة فإحنا إن شاء الله مستهدفين في الفترة القادمة أن إحنا نشجع الاستثمارات اللي هي المباشرة الأجنبية المباشرة في قطاع الزراعة وبنقدم العديد من المزايا والحوافز للسالة المستثمرين الأجانب سواء إعفاء من الضرائب لمدة معينة خرية تحويل الأموال إلى الخارج مرة أخرى والأرباح تحويلها أيضاً إلى الخارج مرة أخرى بنحفظ الممتلكات بتاع الأجانب هنا في مصر ومشروعات اللي هي الزراعية دي من التأميم وعلى المال عام إلا للمنفعة العامة ويتم تعود السلال المستثمرين بتكليب بكلمة عادلة أيضاً بنفس محلوم أن هم يوفروا يستكتبوا عمالها من الخارج في حدود معينة بحيث يعني ينفذوا المشروعات بتاعتهم هنا وفي نفس الوقت يستعينوا بعمالها من الداخل بالضبط طبع نسبة معينة مثلاً 21% فدي كلها مزايا وضمانات بتقدمها الدولة المصرية لقطاع المستثمرين الأجانب داخل الجمهورية المصر العربية وإن شاء الله في الفترة القادمة تشهد طفرة كبيرة في مجال الاستصلاح الزراع في مصر وإحنا عندنا العديد من الفرص الواعدة في مجال الاستصلاح الاستصلاح الزراع في مصر زي ما حركوا شايفين بعد تهي البنية التحتية طبعاً البنية تحتزم ساتك شايف وعندنا بنكال في تدرى نصر بلون فدينا مشروعات صلاح أراضي عندنا مشروعات تصنيع زراعي عندنا العديد من المشروعات القومية الزراعية الكبرى اللي يعني بتجزب ان شاء الله في فترة قادمة فرص وعيدة بتجزب المستثمرين إلى المستثمر زي ما دايما بالقول المجتمع المصري هو في الأصل مجتمع زراعي تمام وحدثت عن فرص بالفعل كثيرة موجودة ناجح وأيضا هو مازال قطاع واعد بشكل كبير جدا من حتى وفيه فرص العمل وجد بالمزيد من الاستثمارات وتحقيق الأمن الغذائي وأعتقد العديد حتى من الأهداف الأخرى فتح أسواق كمان بالخارج يعني الحقيقة تفاصيل كتير جدا ومصر بالفعل حققت نجاح كبير في هذا القطاع خلال عشر سنين اللي فاته وبشكر حضر الجزيز شكر دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزرعان وارتناف شكرا 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 كسعك طيب شكرا